قام وزير الموارد المائية والرية هاني سويلم بزيارة تفاقدية لمشروعات الوزارة بمحافظة الإسكندرية حيث تفقد محطة رقم واحد على المصاري الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتة لمحطة معالجة المياه بالحمام والواقع على مصرف العموم بمنطقة جنوب الضبعة بقدرة رفع 9 متر وبنسبة إنجاز حاليا تصل إلى 39% وأوضح سويلم أنه يجرى تنفيذ أعمال مشروع المصاري الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتة لمحطة معالجة المياه حسب التوقيتات المحددة للمشروع